اطلقت وزارة التعاون الدولي تيريرها السنوي للشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة واللي بيتضمن نتائج الشركات الدولية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف أول حاجة تدشين المنصة الإلكترونية حافز دي منصة بتجمع جميع المبادرات الخاصة بالقطاع الخاص من شركاء التنمية هذه المنصة بتسد الفجوة المعلوماتية عن كل الدعم الفني أو الدعم المالي أو المناقصات الموجودة للقطاع الخاص المصري في جميع أنحاء العالم الجزء الثاني من الحدث كان إصدار تقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي باسم منصات رسم السياسات وتفعيل الشركات هذا التقرير السنوي يمكن هي عادة منذ أربع سنوات في نهاية العام بنرصد كل ما قمنا به خاصة التمويلات التنموية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة وللقطاع الخاص يعني تجربة مهمة بيقدروا أن يعمموها في دول أخرى نحن شريك تنمية متعددة الأطراف بالطبع سمعت عن يوان لدينا الكثير من المشروعات في مجال الزراعة والصحة والتعليم والخدمة المجتمعية والثقافة وبما أننا نمثل للأمم المتحدة فنحن سعداء بهذه الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية ده شيء بيطمننا أن الحكومة النهاردة ماشية مع توجهات الدولة في الاهتمام بدور القطاع الخاص في الفترة القادمة ومنصة حافز الحية أطلعتها النهاردة على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في إتاحة الفرص للمنح لمشروعاتها وبالتالي خلق فرص عمل وأعتقد أن هذا شيء بيهمنا كلنا في هذه المرحلة أكدت الدكتورة رانيا المشروط وزيرة التعاون الدولي أن السنوات الماضية كانت محل اختبار كبير ورغم كده وصلنا لـ 38.18 مليار دولار كحزم تمويل تنموي ميسر ومنح محمد علي الحكاية MBC مصر